فانا كاني عم شوف انه الشخص اللي انتو معه كانه عنده سفر قصير لانه طاقة السفر طلع لكم وكانه هالشخص اللي انتو معه عم يعمل شغلات من وراكم فطالع عندي طاقة الساحر وكمان ممكن يكون في عندكم اولاد لانه طاقة طالع عندي في اولاد هون في ناس متزوجين في اولاد ثاقة الساحر يعني اللي بيلعب اه مبين عندي انه في طرف تالت موجود معكم اه كانه الشخص اللي انتو معه اه عنده علاقة مع واحدة تانية او العكس عنده علاقة على حسب الشخص اللي بيشوف الفيديو قوم بتحاكي حدا من وراك او هو بيحاكي اا اعم شوف في مشاكل عند ناس اا في اوراق بيناتكم وكأن هالزواج ما مر عليه وقت طويل بس في علاقة يعني بشوف في علاقة ثلاثية موجودة بالموضوع كذلك عندي برقة طالعة يعني طالعة الانتقال من بيت لبيت ما في انتقال ما من ورقة طالعة عندي مقلوبة يعني في مشاكل كأنه زوجك عم يعمل شغلة من وراك حرام هالشخص هذا انتي رح تسمعي اخبار جميلة او جيدة عن هذا الشخص لاني بشوفك هون انتي عم تدعي تدعي له بالتيسير بس الشخص اللي انتي معه كأنه غاوي مشاكل كأنه في شخص بيناتكم هالانسانة ممكن تكون ووحدة حلوة وبيضة وكمان في عندها فلوس كأنها بدها تأخذ مكانك كأنها هي سبب هالمشاكل بس عندي هون في اخبار حلوة رح توصلك لانك انت عم تدعي عندي انت عم تدعي الله مشان هالشخص ومشان يحل هال هالمشاكل اللي بها العلاقة التولاتية بس ما مبين عندي انه يعني مش راجل متزوج باتنين كأنه في طرف تالت موجود مبين عندي انت عم تدعي الله مشان هالعلاقة ومشان يكون في عدل انت عم تطالبي بالعدالة مشان تحافظي على بيتك ويرجع عليك زوجك متل ما كان بالأول بد هيك تشوفي انا قلت خليني شوف شو رح يطلع معي طلعي شو طلع عندي طلع عندي في واحدة عم تعمل فتن وعم تطلع على عتبة بابكم وكمان هالرجال كأنه عم يعمل مشاكل عم يطلع عليها في ناس طالع عندي كأنه ازواجهم برا وعم يعرفوا وراهم مرة تانية كمان في ناس عندهم انتقال من بيت لبيت ولكن حب تشرك انه في عندك في استجاب الدعوة في دعاء عم شوفوا في استجاب الدعوة كل شي رح يصير منيح بس حب بشركم انكم عندكم استجابة دعوة وفي عندكم انتصار رح يكون عندكم انتصار كمان في عندكم اخبار حلوة رح تسمعوها واللي في عنده اوراق يعني معكوسة فيها عكوس او شي الامور رح تمشي مزبوط كذلك في موجود عندي مشاكل حكومية رح يصير فيها رح تتيسر الامور والشي اللي واضح عندي انه في عندكم دعوة رح تستجاب كذلك عم شوف ناس وصلوا للمحاكم برغم من انه الامور يعني هاي الشخص اللي كان بناتهم ما عد موجود بس كأنه نوصلوا للمحاكم والامور رح تكون منيحة لانه في طالع عندي ورقة الاخبار الجميلة طالع عندي ورقة الاخبار الجميلة طالع عندي في زواج كمان thssssssssssssssssssssssssss لكم. هذا كان بالنسبة للناس لهالقراءة اللي طلعت لي. هالسيناريو اللي طلع الاول. الحين. اشوفكم على خير. الحين راح اعمل القراءة العاطفية. اه للبقية. للسيناريو التاني. المرتبطين او اللي ننفصلين الارامل العازبين. القراءة العاطفية اكيد لبرج العقرب لشهر اغسطس. قراءتك عجيبة لبرج العقرب. فاحنا يا برج العقرب حنشوف اخبارك ايه? اخبار الحبيب ايه? وانتو اللي اثنين حاسين بايه? واحوالكم. ايه? خلص. فانت طالع لك كارت العقرب. اه راح اقرأ كروت النصيحة لانه عنده علاقة بالقراءة. بيقول لك انت محتاج تسبها على ربنا. لانك بتفكر كثير. وكمان في عندك كارتة تاني بيقول لك. اه تقدم. لانه انت مش باسس حواليك. انت مش قادر تشوف بروحك الداخلية. ومش قادر بهالسبب هذا تفهم الرسائل اللي بتوصلك. فكمان طالع عندي كارت بيقول لك. انت المعجزة. لان ربنا خلقك في شكل جميل. وحتلاقي المعجزة. فقط عندما تتركها على ربنا. يعني انت. هتلاقي الشي اللي بدك اياه. بس عندما ستتوكل بشكل مطلق. على ربنا. كذلك في عندك كارت بيقول. اي حاجة مجي على هواك. يعني اي حاجة مجاتش على هواك. ومعططكش السعادة. يعني مش مديك السعادة. ابتعد عنها. لانها مش هتخدمك كلوقتي. فانا شايفك يا برج العقرب انك عاوز تعمل رجوع مع الشخص دا. لانه واضح انه انه سابك ورحل او سافر. شو مشكل طاقة السفر عندك يا برج العقرب. يا برج العقرب طاقة السفر للمتزوجين طلعت اللي ورقتين من اول القناة. ما علينا. راح كمل. لانه واضح انه ممكن يكون سابك او رحل على شغل او سافر. بصراحة الشخص دا بيفكر فيك اوي. وفي خطط في باله مشانك. وبيحبك كمان. بس هو عايز وقت عشان كل حاجة تكون متوازنة. فواضح عندي الشخص دا انه محبكها شوية. كذلك طالع عندي انه كانه شخص روحاني جدا. وعايز يدور على حقه. كانه بيدور على التوازن على العدل. وحقيقة هو شايفك يعني بيشوف انه قلبك مكسوح. صراحة. لانه بشوفه انه انه شخص روحاني جدا. كمان بشوفه انه حدا بعد عنك. وحاليا انتو ما بتشوفوش بعض. يعني بشوف في مسافة. في تباعب بيناتكم. لانه وطلع له كاقين. في هالموضوع. الشخص دا يا برج العقرب كمان قلبه مكسور. وكشيفك كمان مكسور. وزعلان وحزين. وانت زعلان كذلك. واضح انتو اللي اتنين قلبكم مكسور. ممكن تكونوا مكسورين من بعض. او من اماكن مختلفة. بس الشخصي دا يا برج العقرب بيحبك حفظ حقيقي. وهو حاليا بيصلي وبيعمل عشان يطلع من كسرات القلب. رغم انه بطيء. لانه بياخد وقت. بيحب بياخد وقته. بالشغلات. بالتفكير. انا اذا كان هذا حب جديد. فانت. اه يعني حب جديد لسه من فترة. فانا شايف انه انت حاسس انه الشخص دا مش مهتم بيك. وبيخدعك. لانه طالع عندي ورقة في درب في الدهر. لانك انت شايف انه هو اللي بيدربك. في دهرك. برد النظر انك شايف انسان مسكين وضعيف. ومش مفهوم. ومش واضح. كمان ممكن تكون شايف انسان بيشير جواه كتير. وما بيتكلمش وبيخبي. اه انا بظن ممكن يكون محتاج مساعدة. لكن هو ما بيبينش. وبيعمل حاله جامد وقوي وكده. بس هو بيين انه بيحبك. ولكن هو لابس المص كده عشان ما يبين لكش مشاعره. كذلك انا شايفك يا برج العقرب انت مهتم بحياتك ومركز بانجازاتك وحياتك وعم تعيد اوراقك. بس كمان بشوفك في عندك حنيم لهذا الشخص. وعايز تنقذ هذا الشخص كمان. كذلك كأنك محبط او يائس. وبتفكر كثير. كأنك بتقول انه الانسان ده مخبي عني حاجة بيعمل حاجة من وعايا. لانه فعلا الشخص ده بس يخبي. وبيحاول ما يشوفكش. كأنه عاملك بلوك يعني ممكن يكون عاملك بلوك. او قابل عليك السوشيال ميديا. او ممكن يكون هو مش عاملك بلوك بس ما بيعرض شي حاجة في حساباته. يعني هو موجود بس ما بيعرض شي في السوشيال ميديا تبعا. ولكن عندي فعلا هو متباعد. وانت ما كتشوفوش. لانه هو مشي للامام. فممكن يكون سابق او نقل لمكان تاني. لاني بشوفه فعلا مستخبي. هو شكل زعلان. وكمان قلبه مكسور. هو كذلك عارف انك انت الحب الحقيقي. ولكن هو زعلان. لان هو كمان قلبه مكسور. صراحة انا عم شوفه الشهر ده هيعمل هيعيد حساباته. وحيعمل استشفاء. وحيكون ده الشي اللي مركز عليه. وحيقضي وقته في الصلاة والتبكير. ولكن انت يا برج العقرب محتاج ما تفكرش في الماضي كتير. لانه في طلعة عندي ورقة بتقولك انت نفسك المعجزة. فاذا انت عم تفكر كيف ممكن تتحل المشكلة هذي. واذا ممكن تتحل او لا. فجتك رسالة يا برج العقرب بتقولك ربنا بيعمل المعجزات. وانت نفسك معجزة. يعني بظن ان الورقة دي ما طلعت لك ما طلعت لك كش صدفة. كمان طلعت لك ورقة بتقول لك كل حاجة انت محتاجها. واي شي انت محتاجه فقط لازم تسيبها على ربنا. وما تحاولش تفكر في النتيجة بتاع الموقف ده. هتكون ايه تيب الموقف ده على ربنا هو حيدبرها. يعني انت ما تعدش تفكر الموضوع غينتهب ايه شو اللي رح يسير. لا. الموضوع غينتهب الطريقة اللي ربنا حيشوفها مناسبة. فارتاح. والامور هتمشي كما تريد. لما انت مش هتفكر في الامور دي هتنتهب ايه. هنا بيقول لك انت لازم تتق في في روحك الداخلية. عشان الرسائل اللي تأتيك. التي تأتيك من ربنا. او الملائكة تقدر تعرفها. الرغم من اني شايفك هنا في طاقة. يعني انت عاوز ترجع للشخص ده. ولكن انت شايفو انو مشي للامام متباعد او نقل لمكان تاني. يعني ممكن يكون شايفو عين دي لحد ما. بس كمان انت شايفو انسان ضعيف. وحاسس انك انت قلبك مكسور. يا برج العقرب. على فكرة انت فاهم الشخص ده بشكل مضبوط. فانت فاهمه مليح. ولكن هو حاسس بيك ومش فاهمك. لاني الانسان ده حياته متل خبرها كتير. واضح انو واخد وقت بيحاول يعيد تنظيم حياته. يعني هو حاليا بيفكر في كل حاجة. يزبط كل حاجة في حياته. وينظمها. لانو هو داخل في مرحلة التوحد. مش بسببك انت. وهذا مش بيعني انو مو بيحبك. الشخص ده بيحبك. بس هو عاوز يعيد حساباته. ويصلي. ويعمل ويعمل شفاء لنفسه. هو شايفك انك زعلان منه. وشايف انو مش الوقت المناسب عشان اه تعمله توافق. الشخص ده بيظهر انو كل شي تمام. كل شي مزيان زعمه. فكأنو انتو اصلا لما التقيت وكان البك ومكسوب انتو اللي يعني انت بتسمع انو كلام منيح. كويس. بيضحك. ولكن حقيقة هو قلبه مكسوب. بالرغم من انو يبين العكس. فخلال هذا الشهر. الشخص ده. جياله حاجة منيحة. انو حيبتني يفكر مضبوط. وحيعمل شفاء. من هذا القلب المكسوب. كمان هو حيكون عايز فرصة معك. طالع لي ورقة انو حيحلم بك. خليني شوف. شو حكاية الورقة. الشخص ده ستجيه فرصة انو يتخلص من البعاد اللي بينكم. وبصراحة طالع لي ورقة انو حيحلم بك صح. فالشخص ده صامت. طالع عندي صامت. فممكن تكونوا عم تتكلموا روحيا. او فيها واحد منكم بيعمل تجادب بالطاقة. لانو الشخص ده حد جهة رسالة في الحلم. انو يتكلم معاك. وحيبقى في بينكم تواصل. فهو يمكن محتاج مساعدتك او انت محتاج مساعدته. انا شايفاك يا برج العقرب انك هتكون متوازن. وحتمد ايدك اه للمعونة للشخص ده. هتعمل توازن. هتعمل كده لانك شارف انو الشخص ده متل اخبط. وحياته متل اخبطة. اما اذا كان الشخص ده زوج وزوجة. وفي بينكم مشاكل. حول ماديات مثلا. حضانة اطفال. نفقة. فانا بشوفك انت اللي هتزبط الامور يا برج العقرب. او حتى اذا كنت مرتبطين. في دائقة مالية. هو حزين. وانت حتسعده. طال عندي انت طيب يا برج العقرب كتير. انت حتسعده في حاجة عشان الازمة اللي هو عمل مر فيها. انت حتعمل هذا الشيء برغم من انك حاسس بشوية احباط نفسي. من هذا الشخص. واخد على خطرك منه. انه مثلا موضحش الامور من البداية. او ممكن سابق ومشي اختفى. وطالع عندي انك هتعديها وحتكون كريم. اما اذا كانت بينكم مشاكل مادية فانتو هتتفقوا. والاتفاق هيجي منه. اكتر يا برج العقرب. اما عاطفيا ففي حاجة هتصير هتخليه ينتبه ويفوق ويعيد التفكير صح. وحقيقة الشخص ده بيحبك اوي. وحيبقى بينكم. توافق. حشوف لك حديك كف كمان. اخبار جميلة. طالع لك خلي الحب يزيد وينمو في كل مكان. باين ان الشخص ده شايفك الحب. الشخص ده شايفك الحب بس انا بشوفك كأنك انت شايفه انه خدعك. كأنه عمل شي زعجك زعلك. بس الورق بيقولك اذا كنت مستني الحب الكبير الحقيقي فدي فرصتك. فترك الحب يتجلى. لان الوقت اجى عتان تستمتع بالحب. بتقولك اسمع لروحك الداخلية واسمع لقلبك واتبع الخطوات اللي حتجي لك وانت حتكون فعيد. فانت محتاج تطلع من التفكير من التفكير بالخداع. وتسامح نفسك واللي حواليك. لاني ده الحب الحقيقي اللي انت مستنيه. باين عندي انكم هتتفقوا. لكن بالاكتر الاتفاق هيجي منك يا برج العقرب. الحين رح قل لكم الابراج اللي ظاهرة عندي. بيين عندي برج العزل. لأ. برج الجوزاء. برج الميزان. هدول واضحين عندي كتير. عندي فيه طاقة كبيرة. طاقات مائية. يعني انتو ازراء. بس في طاقة مائية كبيرة. طاقة ترابية. طور عزراء جلي. يعني ممكن يكون في طاقات تانية. بس هدول الطاقات اللي مبينين عندي. يعني هذا اللي شيفاء. فربنا معاكم يا برج العقرب. قلوا لي ايه اللي حصل. اه انتو ليه قلبكم مكتور. اربنا معاكم. واشوفكم على خير. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجلسة عشان يوصلكم كل جديد.